ما بين مؤيد ورافض هكذا كانت ردود فعل القرار الذي يصطرت السلطة المحلية بمحافظة عدن بمنع دخول القات المدينة بسيثناء يومي الخميس والجمعة فالبعض اعتبره قرارا حكيما لما تخلفه نبتة القات من أضرار صحية ومشاكل اقتصادية واجتماعية ناهيك عن الازدحام والاختناق المروري الذي تشهده المدن وهي المبررات ذاتها التي طرحت سلطات عدن فيما اعتبر البعض الآخر القرار ارتجاليا ومتسرعا ولم يبنى على حيثيات ولم توجد بدائل فهناك آلاف الأسر تعتمد في رزقها على القات قرار كهذا نحن نؤيده وحاجة ماسة مثل هذه القرارات لكن يطلب مثل هذه القرارات مصفوفة إصلاحات يجب أن يراعى بها مصالح الناس ويجب أن يصبح هذا الغرار بالأول وبالأخير مصلحة العامة من الناس القات هذا لا نستطيع نستغني عنه الصدق وإذا ما في قات يعني أحنا نشوفنا في السنة بدون حياة ولازم لازم نحن نروح لأبعد مسافة على شان القات ونعمل المستحيل من شان القات من بعد القات مستحيل اليمن يستغنى مقدرة أشتغل بالقات لأن القات يجي بالنشاط ويخلينا أجلس أشتغل واصل مستقيم لما في القات يجي الخمول والحاجات ما يجعله يستغل ويجعله نوم مواصل تقول دراسات الحكومية إن عدد مستهلكي القات أكثر من ثلث سكان البلاد ينفقون ما يزيد عن ملياري دولار سنويا لشرائه ويبددون ما يزيد عن 20 مليون ساعة عمل يوميا في سبيل البحث عنه وتعاطيه مثلت ولا تزال شجرة القات عائقا أمام التنمية في اليمن وزحفت في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية على حساب زراعة البن اليمني الشهير وسائل الحبوب والخضروات والفواكه بل يذهب معظم راتب الموظف أو دخل عامل البسيط للشراء القات ومع ذلك لا يجد متعاطي القات بدا من تناوله كون القات حسب رأي البعض متنفسا للنفس ومنشطا للفكر والجسم إذا ما بشكات الناس يرقدوا القات أصباح من الضرورية الموضن اليمني من إيجابيته كثرة القدرة على التركيز وفي حالة إذا في معك أكثر من عمل وأكثر من نشاط يساعدك على القيام عليه نفس الوقت فيه لوسلبيات وكانت تقارير رسمية حضرت من أن القات أصبح مشكلة تواجه التنمية الزراعية في البلاد وعائقا أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي نتيجة استهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ري المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي حيث يستأثر القات بنحو 30% من مياه اليمن الجوفية عبد الكريم الشيباني الحرة صنعا